كييف تعلن تحرير أكثر من 37 كم مربعاً من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا على طول الجبهتين الشرقية والجنوبية هي أحدث حصيلة أعلنتها كييف لمعارك دارية دارت الأسبوع الماضي دى القوات الروسية لكن الوضع في جبهة بخمود لا يزال غير محسوب فالقتال يستعر هناك في ظل تصريحات ميدانية متناقضة في خضمها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن قوات بلادها تتقدم في بخمود نتيجة لما وصفته بنجاح الخطط التكتيكية الميدانية تصريحات تتنقد مع اعتراف كييف نفسها بعد شهر تقريباً على انطلاق هجومها المضاد بتقدم القوات الروسية في أربع مناطق على خط الجبهة شرق البلاد وهو ما أكدته موسكو سابقاً أن قواتها ذحرت هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة ببخمود وفي مناطق أبعد جنوباً من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع البرلمان الروسي أن انسحاب مجموعة فاغنر من ساحة المعارك في أوكرانيا لن يؤثر على الإمكانيات القتالية لروسيا مؤكداً أن الجيش الروسي تمكن من صد الكثير من الهجمات دون مقاتل فاغنر أما الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في سابروجيا جنوبية البلاد فقالت إن الجيش الأوكراني يستعد لبدء المرحلة الثانية من الهجوم المضاد ويجري عمليات استطلاع بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة تطورات تأتي بعد قرابة شهر على انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد جهزت له كييف طوال أشهر وتزامن مع تمرود لم يكتمل لقوة فاغنر ضد الكريملين لكنه لم يحسم إلى الآن الحرب لصالح كييف وحلفائها الغربي نسرين حمدي تريتا عربي